بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياتي عمالنا من يهده الله فلا مضل له وميضل الفلاهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العقيدة لا بد أن تظهر على سلوك العبد وهذا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ذكر في هذا المثل المبارك في الدروس المهمة ما تعلق بالأداب والأخلاق الإسلامية ذكرنا فيما تقدم ما تعلق بأداب قضاء الحاجة من أن الإنسان يجب عليه أن يستتر حال قضائي للحاجة وأن يدخل برجله اليسرى ويخرج باليمنى يقول بسم الله قبل الدخول اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث ثم بعد هذا لا يستعمل اليد اليمنى في مس الذكر ثم أنه إذا انقطع الخارج من السبيلين من القبل والدبر لا بد أن يقطع هذا الخارج بأن يقسل موضع النجاسة بالماء أو يستعمل الحجارة أو المناديل استعمال الحجارة أو المناديل لابد من ثلاث مسحات لكن لا يمسح من نفس الجهة لابد أن يغير جهة أو يأخذ ثلاث مناديل مثلا إذا انقطع الخارج بثلاث مناديل يكتفي وإلا يزيد كيف يعرف الانقطاع ينقطع الخارج بأن يرجع المنديل جافي يعني ليس فيه آثر شيء لا بول ولا غائط وإن لم ينقطع الخارج بثلاث زاد حتى ينقطع الخارج فإن انقطع الخارج بعدد فردي اكتفى به وإذا انقطع بعدد زوجي يستحب له أن يزيد حتى ينقطع على العدد الفردي أيضا لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى كالقرآن وينقطع عن الكلام إلا لحاجة إذا احتاج مثلا لما يتكلم له يتكلم أيضا من أداب قضاء الحاجة أنه لا يأتي الحاجة في أماكن جلوس الناس أو يؤذي أحد من الناس حتى ولو كانوا كفار نعم أيضا ما ورد من القول عند الخروج يقول غفرانك ويقدم قنة عند الخروج الرجل اليمنى لا يمكن أن يستعمل في قطع الخارج من السبيلين ما له حرمة كالمصاحف وأوراق العلم وكذلك يعني الجرائد العربية لأنها في الغالب فيها اسم الله سبحانه وتعالى كذلك لا يمكن أن يستجمر بشيء نجس أو طعام للإنس أو للجن أو لدواب الإنس أو لدواب الجن هذا ما يتعلق بأداب قضاء الحاجة أيضا يعني هذه الشريعة جاءت بإفشاء السلام أن تسلم على من عرفته ومن لم تعرف وثم أن السلام يوجب المحبة بين المسلمين أيضا تشميت العاطس إذا عطس الإنسان يقول الحمد لله وعندما تسمع هذا يحمد الله سبحانه وتعالى تقول له يرحمك الله ثم يجيب هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم أيضا لدينا أن المسلم ليس باللعان يعني لا يلعن ولا يسب ولكن المسلم يأتي بحسن الخلق وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم وقال الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يعني إن كنتم حقا عبادا لله فلابد أن نتكلم ونقول أحسن ما لدينا ولم يقول حسن يقول أحسن يعني أحسن ما لديك تخاطب به غيرك حتى أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى عليه الصلاة والسلام بأن يخاطب فرعون وهو طاغ يا كافر أن يقول له قولا لينا وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع داعي شيئا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى عليهم الغيبة والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب وبأصبح بعض الناس يعني أتكلم بهذا الكلام بالغيبة والنميمة حتى في المساجد فإذا كان الذكر تذكر أحد من الناس قال بشيء فيه لكن الشيء يكره أن يذكر هذا عنه فهذه الغيبة وإذا لم يكن فيه فهذه هي النميمة ذكرك أخاك بما يكره هذه الغيبة نعم ولو افتريت عليه وكذبت عليه فهذا هي النميمة ونقل الحديث بين الناس ينم الحديث يعني ينقل الحديث بين الناس من إنسان إلى آخر كذلك يعني المسلم يكون صادق والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ويجتنب الكذب لأن الكذب كبيرة لأن الكذب يهدي للفجور نصر على السلام والفجور يهدي إلى النار لا يشهد إلا على أمر موقن منه مئة بالمئة يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم أي في كلامه في جلوسه في مشيته في جلسته في أكله في شربه في عيادة المرضى وما إلى ذلك ويكون بهذا متبع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر